سبعي الأعزاء مرحبا بكم في الصفحة رقم واحد وثلاثون دائما في تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الأولى التمنى الرابع أضع الرمز المناسب أصغر أو أكبر فقلنا لمقارنة الأعداد الكبيرة أولا كنحسب عدد الأرقام نحسب عدد الأرقام تلاتة ستة تلاتة ستة عندهم الأرقام متساوين لو أن واحد فيهم زيد على الأخر في عدد الأرقام فاللي عنده العدد للأرقام أكبر هو الأكبر من اللي كيكونوا متساوين كنو كنديرو كان بدوم اللي يصار نقارنه تلاتة تلاتة متساوين ستة خمسة إذن ستة أكبر ونديرو أكبر تلاتة مئة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعة أكبر من تلاتة مئة وواحد وخمسون ألفا ومئة بنفس الطريقة نحسب وعدد الأرقام أولا تلاتة ستة سبعة تلاتة ستة إذن هذا هو اللي كبير ونردل الرمز بلا من قراء لأنه عنده سبعة دية الأرقام هذا فقط عنده ستة دية الأرقام لأن مليون ومئة ومئة وواحد ألف وثلاتة مئة وعشرة غد يكون أكبر تسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وتمانية وتسعة ثم هذين العدادين بنفس الطريقة عندنا تلاتة ستة سبعة تلاتة ستة سبعة متساوين إذن بغد نجيب من اليسار تلاتة أربعة أربعة أكبر رد لها الرمز ثم بنفس الطريقة تلاتة ستة سبعة تلاتة ستة تسعة عشرة إذن هذا هو اللي كبير بلا ما نقرأ العددين خامسا أرتب تناقصي الأعداد التالية تناقصيا أنا غادي وانا كان نقص بمعنى كنبدأ من الكبير وانا كان نقص إذن غادي نشوف أكبر عدد غادي نحسب الأرقم أولا 3 6 7 3 6 8 3 6 إذن أكبر عدد هو اللي فيه من يدي الأرقم وهو 21 مليون 919 217 هل يكون أكبر من اللي عنده سبعة الأرقم مليونان 928 765 هل يكون أكبر من اللي عنده سبعة الأرقم وهو 567 829 وتسعة وتسعون ورتب تزايديا سؤال با تزايديا أنا غادي وانا كان زي يعني مناش كان نبدأ كان نبدأ من الصغير إذن من الأصغر 3 6 3 6 7 3 6 7 سبعة الأرقم إذن أصغرهم هو اللي عنده ستادي الأرقم هو هذا 926 ستاة وتسعون ألفا وستة ومائة وأربعة وخمسون هل يكون أصغر من سبعة الأرقم 为什么 هل يكون نبدأ من اليسار 6 6 6 متساوين 5 5 4 4 9 0 إذن الصفر هو الأصغر ونكتبه هذا هو اللي صغير 6 ملايين و540 ألفا 929 أصغر من 6 ملايين و549 ألفا سادسا أكتب عددا مناسبا مكان النقط هذا العدد هذا محصور ما بين مئات الملايين نحصره ما بين مئة الملايين ستة نضف سفر سفر ستة مئات مليون ستة مئات مليون نديره هنا سبع مئات مليون فستة مئات مليون أصغر من ستمائة وثمانية وسبعون مليونا ومئة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثا أصغر من سبعمائة مليون ثم عندنا مليون وربعمائة وثلاثين ألف وخمسمائة وواحد وستين نكتب هنا واحد العدد مليون وخمسمائة ألف إذن هنا نديره مليون وأربعمائة وثلاثون ألفين وخمسمائة ثلان وسبعون فهذا العدد أصغر من من هذا العدد لأن مليون وربعمائة وثلاثين ألف وخمسمائة وواحد وستين أصغر من مليون وربعمائة وثلاثين ألف وخمسمائة وسبعين الذي بدوره أصغر من مليون وخمسمائة ألف ثم ستة ملايين وأربعمائة ألف وسبعمائة واثنين وأربعون أصغر من ثم أصغر من ستة ملايين وخمسمائة ألف إذن ندير ستة ملايين وأربعمائة ألف نديره هنا يا ثمانمائة ستة ملايين وأربعمائة ألف وتمانمائة أصغر من ستة ملايين وخمسمائة ألف ثم تسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعة أصغر من إذن تسعمائة وتسعة وتسعون مليونا سيكون أصغر من مليار ثلاثة ثلاثة ثم ثلاثة فصل الملايين فصل الآلاف فصل الوحدات البسيطة الذي بدوره اصغر من مليار واثنان مليار واثنان ممكن مليار ثم أربعة ملايين وتمانمائة واثمانون ثم ثلاثة ثم ung Choi أصغر من ندر أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفان وأربعمائة أصغر من أربعة ملايين وتسعمائة ألف ثم هنا ندره وندنا هنا مليار ومئة وإحضى عشر ألفا وتمانمائة وتمانية وتمانون ندره مليار مليار أصغر من مليار ومئة وإحضى عشر ألفا وتمانمائة وتمانية وتمانون الذي بدوره أصغر من ملياران إذن هذا العدد محصور ما بين مليار وملياران التمرين السابع أتمم الجدول العدد رقم العشرات رقم المئات رقم الألاف رقم الملايين إذن عندنا العدد هو هذا رقم العشرات يعني الوحدات العشرات رقم العشرات هو أربعة رقم المئات الوحدات العشرات المئات صفر رقم الآلاف يعني رقم وحدات الآلاف فصل الألف هو هذا وحدة الألف خمسة رقم الملايين ما عندهش الملايين صفر ثم هذا العدد رقم العشرات الوحدة العشرات تسعة رقم المئات المئة تمانية رقم الألف يعني وحدات الألف هو فصل الألف وحدة الألف تمانية رقم الملايين يعني وحدات الملايين وحدة الملايين خمسة التمرين الثامن أستعمل المنقلة وأقيس الزاويتين ثم أتمم الجدول الزاوية قياسها بالدرجات M N M P زاوية التي رأسها M هالزاوية إذن سنأخذ المنقلة إذن قبل أن نأخذ المنقلة سنمدد ضلعي الزاوية يعني أنطولها الضلع والضلع ثم نأخذ المنقلة فنضع مركز المنقلة مركز المنقلة فوق رأس الزاوية رأس الزاوية هو هذا مركز المنقلة فوق رأس الزاوية والتدريجة صفر تنطبق مع أحد ضلعي الزاوية يعني التدريجة صفر ستنطبق مع هذا الضلع ثم نبدأ نبدأ من الصفر من الصفر عشر عشرون ثلاثون وحنا غادي تمانون تسعون مئة مئة وعشرون فنكنا لحظو مئة وخمسة وعشرون مئة وخمسة وعشرون درجة مئة وخمسة وعشرين درجة ونكتبو قياس زاوية إن أم بي مئة وخمسة وعشرون درجة ثم قياس زاوية بي أو أ بنفس الطريقة سنمدد ضلعي الزاوية ثم ناخد المنقلة فنضع مركز المنقلة فوق رأس الزاوية لاحظوا به الطريقة مركز المنقلة فوق رأس الزاوية والتدريجة صفر تنطبق مع ضلع الزاوية إن نجيبو تدريجة صفر تنطبق مع أحد إحداث ضلعي الزاوية إذن قلنا التدريجة صفر تنطبق مع إحداث ضلعي الزاوية ثم نبدأ من صفر إذن نبدأ من صفر عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون إذن خمسة وخمسون ستة وخمسون درجة نكتبوه ستة وخمسون درجة هو قياس زاوية ب أو أ ستة وخمسون درجة التمرين التاسع أنقله ثم أتمم إنشاء الزاويتين آ أو بي آ بحيث آ بي الزاوية التي رأسها آ يساوي خمسة وستون درجة القياس دلها يساوي خمسة وستون درجة NLM التي رأسها L NLM تساوي مئة وعشرون درجة سنبدأ بخمسة وستون درجة الزاوية التي رأسها آ إذن آ هو الرأس دلها لنخذوق المنقلة فنضع مركز المنقلة فوق رأس الزاوية بها الطريقة ثم التدريجة صفر تنطبقه مع ضلع الزاوية وقد نحسبه خمسة وستون إذن صفر عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون خمسة وستون غير جي هنا ثم ناخده المسترة ونمدده ضلع الزاوية نمدده بها الطريق ناخده العبار على خمسة وستون من هنا ثم نمدد هذا الضلع حتى نوصله من رأس الزاوية المركز لمن قاله فوق رأس الزاوية الرأس دي لها هو ثم نبدأه من تدريجة صفر لاحظوا بعد ما درنا هذا الزلع هذا ينطبق مع التدريجة صفر صفر عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون تسعون ثم مئة مئة وعشر مئة وعشر نجي هنا ثم ناخده المسترة ونمدده ضلع الزاوية قدنا الرأس دي لها هو الزلع الثاني هو هذا بعد ذلك قد رسموها هذه الزاوية ها هي قياسها مئة وعشرون درجة ثم الرسمو الضلع الثاني قلنا الزاوية N L M N هنا N L M ورأسها L قياسها مئة وعشرون درجة لإجزرسيس ديس لار دين ريجيون أي 95 مليون متر كاري جيكس بريم سرزلطة 1 كيلومتر كاري puis 1 ديكامتر كاري يعني المساحة دي الوحد الجهة 95 مليون متر مربع جيكس بريم سرزلطة قد نحوله قد ننتج الكيلومتر مربع والديكامتر مربع تلاحظوا قد رسموه أولا الجدول دي الوحدات قياس المساحات اللي هو الكيلومتر مربع ليكتومتر مربع ديكامتر مربع المتر مربع ديس متر مربع سنتيمتر مربع والميلي متر مربع وغادينجيو وغادينكتبوه في الجدول 95 مليون متر مربع إذن 95 مليون قد نبدأ بالوحدات نكتبها في وحدات المتر مربع سافر 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 6 أصفار ونديره 95 95 مليون متر مربع قد نحولها لكيلومتر مربع إذن نديره الفاصيل هنا اللي هي 95 ونديره نكتبه هنا ثم بالديكامتر مربع قد نرجعه للجدول الديكامتر مربع هو هذا قد نديره الواحد نديره الديكامتر مربع ونديره الصفر سافر سافر 1 جوج 3 4 1 جوج 3 ثم 4 ونديره 95 اللي هو هذا العدد هو 900 وخمسون ألف ديكامتر مربع ديكامتر نحن نحن لكم 1,40 م لها مريم 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 70 ديكامتر شامحة شامحة ه على ريضة بخمسة واربعين سنتيمتر إالي مزور 3 سنتيمتر دو بلس كحسن هنا هم غالطين ماشي كحسن حتما كورناش حسن كريضة هنا هم ريضة كالسان لطاي دو آلي دو شما قلنا على مزور 13 سنتيمتر 13 سنتيمتر دو البلوس يعني اكتر من من ريضة كالسان لطاي دو آلي إشاما كشنو غادين ديرو غادين ديرو غادين ديرو لطاي ديال ريضة طول ديال ريضة اللي هو متر واربعون سنتيمتر غادين نقسم منها خمسة واربعون سنتيمتر فغادين لقاو طول ديال شما ثم طول ديال ريضة غادين زيدو عليه 3 سنتيمتر ولقاو الطول ديال عالي إذن متر واربعين سنتيمتر زائد ناقص خمسة واربعين سنتيمتر كيفاش غادين ديروها غادين حولوا المتر للسنتيمتر متر هو مئة سنتيمتر واحد متر كيساوي مئات سنتيمتر إذن متر واربعين سنتيمتر اللي هي مئة واربعين سنتيمتر ناقص خمسة واربعون سنتيمتر سنتيمتر سفر ناقص خمسة لهم كيسا وعشر وارد السلف عشر ناقص خمسة خمسة ربعين ناقص خمسة لهم كيسا وارد السلف ربعة عشر ناقص خمسة يساوي تسعة ثم واحد ناقص واحد يساوي سفر طول ديال شما نكتبو شما ناقص خمسة كترو وفينت كنز سنتيمتر يعني خمسة وتسعين سنتيمتر أقل من أقل من متر بخمسة سنتيمتر لأن المتر فيه مئة سنتيمتر إذن هي أقل من مترو بخمسة سنتيمتر ثم نجفو علي علي مزور كنو غاد نديرو غاد نديرو متر أربعين سنتيمتر اللي هي مئة أربعين سنتيمتر بلوس تراز سنتيمتر تلاتة وخمسون مئة وثلاتة وخمسون اللي هي جحل اللي هي متر 1 متر 53 سنتيمتر يعني قلنا ألي مزور 13 سنتيمتر دي بلوس كريد نتقل للأسرسيس نيمتر 1 كولي باز 18.25 هكتوغرام جيكس بريم لماس دي بلوس كولي 1 كيلوغرام 1.1 غرام عندنا هذا الكولي هذا 18.25 الكتلة 18.25 فإحنا نعبره على هذه الكتلة بالكيلو جرام يعني نديره 18.25 هكتو جرام نحولها الكيلو جرام ثم نحولها أيضا القرام إذن نحتاجه الجدول الوحدات القياس الكتلة ونكتفيه فقط الكيلو جرام الهكتو جرام الديكا جرام والقرام لماذا؟ لأن فالتمرين هذا نحتاجه فقط الهكتو جرام الكيلو جرام والقرام فما كي لاش نرسمه الجدول كله إذن شنو نديره سنجيه الهكتو جرام وقد نحط تمانية رقم الوحدات طلاح هكتو جرام وقد نحط الوحدات تمانية ثم واحد هنا فالوحدات رقم الوحدات كي يكون في الجزء الصحيح لأنها لدينا عدد عشاري كيتقسم الجزء جزء صحيح وجزء عشاري فالجزء الصحيح هو اللي كي يكون فيه الوحدات والعشرات والمئات إلى غير ذلك إذن كنجيه الجزء الصحيح وقد ناخده الوحدات وقد نحطها في الوحدة اللي عندنا عندنا الهكتو جرام وقد نمشيه ونحطه الوحدات في الهكتو جرام ثم قررت بو الأرقام الأخرين غير قررت بوهم قررت بوهم وقد نحوول الكيلوغرام قررت بوهم الكيلوغرام وقد ندر واحد الفاصيلة كما هيك إذن هي يشحل 1,825 كيلوغرام واحد فاصيلة 825 كيلوغرام ثم بالقرام قررت بوهم وقد ندر الفاصيل اللي هي 1,825 1,825 كيلوغرام 1825 كيلوغرام ترجمة نانسي قنقر